هجرة كندا والصفر لكندا سواء كان فيزا سياحة أو زيارة أو حتى فيزا الدراسة الناس كلها بتفكر لما تيجي هتحول الحاجات دي لإقامة دايما إزاي إزاي أنا من فيزا سياحة أحولها لإقامة دايما سؤال مقرر كتير جدا الناس متوترة الناس خايفة الناس محبطة والسبب إنهم بيسألوا كتير قوي بيسألوا عشرة وعشرين وتلاتين واربعين واحد ونصيحتي ما تسألش ناس كتير أنا عايزك تسأل واحد واثنين وثلاثة بعد ما تكون خط القرار وتستخيل ربنا وتتكل على الله وتبدأ في تجاهز نفسك وتشتغل على نفسك وتمشي في الأوراق أنا هطمنك شوية وأقولك إزاي هتحول خليك معايا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إخواننا عزيزيكم جميل يا رب تكونوا بخير أينما كنتم في كل مكان وفي أي وقت هنتكلم النهاردة لو أنت جاي فيزة سياحة أو دراسة أو فيزة عمل حتى إزاي هتحولها لإقامة دايمة هنتكلم ونوضح الصورة لأن الناس كتير بتسأل الناس كتير قلقانة الناس كتير فعلا خايفة وبقول لك لا دا احنا هنيجي حتى كمان قبل ما يجهز وراءهم وقبل ما يعرفوا أنهم مؤهلين لكده ولا لا يا دوب مجرد أن جات له فكرة كندا بيبدأ يسأل على الموضوع دا ليه لأنه هو فعلا فعلا بيسأل ناس كتير قوي وطبعا في ناس بتخوف وفي ناس أسادزة أنها تحبط وناس أسادزة أنها تخوف وترعب الناس النهاردة أنا بقول لك الطمن طمن اشتغل على نفسك الأول جهز وراءك كويس سواء هتمشي في الزيارة أو هتمشي في السياحة أو هتمشي في الدراسة اشتغل على نفسك كويس قوي 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 وراء كتير 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 تكل على الله وما تسألش حد تاني هتعمل ايه في كندا تسأل واحد أو اتنين بالكتير قوي استخير قلبك في حد واحد اتنين ثلاثة هم اللي تسألهم وما تكترش أسئلة ومش كل حد تشوفه بيتكلم عن كندا تجري عليه وتروح تبعت له اسأل وتسأله دي اول حاجة تاني حاجة بحب اطمنك ان انت اللي هتساعد نفسك وان انت برضو اللي هتخدم نفسك اول حاجة انك انت تكون بس يعني عارف حد هتنزل عليه في ناس في ناس بتساعد يا جماعة في ناس بتحب الخير كتير وناس هتساعدك هيساعدوك توقف على رجلك في البداية هيساعدوك توقف على رجلك وتسكن وتعيش ويتساعدوك انك انت تشتغل برضو في البداية هيساعدوك في كل حاجة لازم تعرف ناس قبل ما تيجي لازم ضروري ضروري تعرف ناس عشان فعلا وتكون بتصك فيهم انهم هيساعدوه لان لو جيت لوحدك كده ما بتعرفش حد هتتعب كتير قوي لازم الناس تساعدك والحمد لله احنا بنساعد الناس لوجه الله انت اللي هتجه ضمن نفسك بنفسك في ايه بقى انك انت عايز تحول الفيزا بتاعتك لعقد عمل او لإقامة دايما باي طريقة ما اسهل طريقة هتكون هي عقد العمل اللي انت كنت بتحارب عليه وانت في مصر وليته صعب ايوة كنت بتحارب عليه كنت قاعد على مواقع العمل الكندية ليه النهار بالشهور عمال تبعت 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 للشركات محدش بيرد عليك ومحد يرد عليك تلاقي فيه في حاجة غلط يعني انا فيه واحد قال لي بعد طول انتظار وردوا عليه وقاعدوا معاه وعملوا انترفيو معاه قالوا له ايه ده وانت برا كندا ده احنا كنا بنحسبك في كندا ده يوحيلك بايه بيوحيلك ان هنا في كندا بيكون سهل ايوة سهل وانت انت اللي هتروح تخبط على كل الببان انت اللي هتروح تخبط على كل الشركات انت اللي هتتحرك وانت اللي هتلف معاك وقت ايوة معاك وقت انت هتدخل معاك وقت معاك ست شهور معاك ثلاث شهور حتى بيعتبر وقت كل ما عليك انك انت تجيب شوية فلوس معاك عشان يسندوك شهر او شهرين يعني من 3000 ل 5000 دولار لازم ان يكونوا معاك يأمنوك تعرف حد هياخد لك بيت هياخد لك سكن هيبدأ يشغلك يجيب لك مصريفك هيأمن وضعك تبدأ انت بقى تروح تشتغل شمال وتشتغل يمين وتشتغل هنا وهنا وهنا وتخبط هنا وتخبط هنا لحد ما تلاقي عقد عمل فيه اللي هيقول لك هناخد فلوس وفيه اللي يقول لك دبلاش وفيه وفيه انت بتعرف وبتلاقي ومعاك الوقت وما تستعجلش وما تكونش موتر نفسك بدون اي داعي ليه بقى باتكلم الكلام ده لان فيه ناس كتير متوترة قريضي قبل ما تيجي متوترين وخايفين ومرعبين لأ تعالى هتلاقي عقد عمل انا ناس جات في الفترة الاخيرة ولقوا عقد عمل ورفضوه قال لك لا هلاقي غيره ده مش عاجبني اه او الله قال لك لا هروح هروح غيره هدور هدور هنا وهدور هنا وهدور هنا فيه ناس بتدرس فيه ناس بتروح تقدم دراسة عشان كده بقول لك هات معاك فلوس تقدم تقدم على دراسة انها تطول في الوقت انها تطول في عادتها هنا في كندا لحد ما تلاقي حل والحل جاي الحل جاي جاي هيتأخر عليك شوية كل واحد بنصيبه وكل واحد بنصيبه من ربنا لان دي ارزاق من عند ربنا فيه اللي بعد شهر هيخلص ويبقى تمام التمام فيه اللي بعد شهرين فيه اللي ممكن يقعد الست شهور هينتهو ويقدر يجد التاني الفيزا بتاعته يقدر يشبط في دراسة او حتى في تكوين مهني اي نعم غالي وهيكون غالي عليكم لكن خلاص انت اخترت كندا واشتريت كندا يبقى تكمل في كندا وهنرجع نقول المقولة الشهيرة ان كندا دي وطن مش بلد انت جاي هترجع ما انتش جاي تجمع فلوس وترجع لا انت جاي تستكر جاي تعيش الناس اللي هي جاي تستكر وجاي تعيش ممكن هتعمل لجوء اللجوء بيسهل عليك قوي بيقولوا اقصر الطرق ده هو اللجوء عندك موضوع عندك حكاية عندك خطر على حياتك بتعمل لجوء يا جماعة كندا فعلا فعلا بتحتاج مجهود وبتحتاج فلوس كمان يعني لازم انت تجهز ورق كويس جدا وتيجي وتجيب معاك فلوس كمان بكل بساطة كده انت محتاج تشتغل على نفسك كتير وتبعد عن نفسك التوتر والخوف قدام اخترت كندا وحطيت كندا في دماغك خلاص ما خوفش نفسي ما وطرش نفسي اركز اركز هعمل ايه وخلص وامشي خطوة خطوة لحد ما جي هنا وانا اللي هساعد نفسي وانا اللي هحصل على عقد العمل او حتى هعمل لجوء او هدرس المهم ان انا هاخد اقامة دايما وهاخد بسبور كندا بعد اد ايه بقى الله اعلم رزقك بس هتاخدهم هتاخدهم يعني هتاخدهم دعوة للتمؤنان دعوة للتمؤنينة ناس كتير او متوترة ناس كتير مرعوبة ده ناس كمان جات لي هنا وجات هنا وعشان قابلوا ناس تانية بدأوا ميخوفوهم وهم هنا او والله راحوا اشتغلوا واشتغلوا شغالين والله اشتغلوا من تاني يوم او تالت يوم وخدوا بيت وسكنوا والاخر لقيتوا بكاتب لي بيقول لي بلاش الموضوع ده انا خايف منه فيه ناس خوفتني ناس كتير اللي بتخوف فيه ناس عندها حب تخوف الناس فيه ناس عندها حب رعب الناس هواية كده هواية مبسوط هو اوي كده وهو وهو بيقول لك كلام يخوفك وانت تخاف ويبان على وشك الرياكشن بتاع الخوف هو بيستلزب كده وبيحب كده او والله من طفولتي وانا بعرف ان فيه ناس كده وفيه ناس تانية الحمد لله بتزرع الطمؤنينة بتزرع الاطمئنان بين الناس وبتحب تزرع الاطمئنان بين الناس والسكينة والراحة تحبش تخوف الناس ابدا فيه وفيه المهم انك انت تختار هتروح لمين وهتكلم مين وتمشي ورا مين الفيديو انا ما قطعتش فيه خالص الفيديو انا كملته الفيديو كان بسيط جدا عن ده لان فيه فعلا ناس كتير سألتني وانا مبيتش عارف اجاوب خلاص مع نفس الكلام ما تخافش تعالى ما تخافش تعالى ما تخافش تعالى انفعلت شوية وسمحوني وعزروني بس انا كده خلصت الفيديو وخلصت نسحت ليكم يا رب تكونوا متطمنين دايما ويا رب تكونوا فعلا فعلا بتستفادوا من الفيديوهات بتاعتي ويكون بتديكم بعض الطمأنينة والراحة وبلاش بلاش فعلا بلاش الاسئلة الكتير لكل الناس بلاش تسأل 20 واحد و30 واحد كفاية عليك واحد او اتنين او تلاتة اسأل تلاتة بالكتير قوي وتلاتة تكون انت بعد ما تكون خدت قرار كندا واستخرت ربنا وناوي تحارب عشان كندا عشان تبقى وطن ليك ولولادك من بعد دمتم بخير ياهل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته